وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث شهد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة استفاف اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا كما تقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات ووجه الرئيس السيسي بتوفير أعانات عاجلة لأسر الضحايا كما وجه رئيس السيسي الشكر لأجهزة الدولة لا سيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وصرعة التنصيق مع الأشقاء في ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر